شكرا سيدة الرئيسة منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل 27 يوما 2.5 ملايين من اللاجئين فروا من البلد و 6.5 ملايين فروا من منازلهم وأصبحوا نازحين داخل أوكرانيا 12 مليون من الأوكرانيين الآن يحتاجون مساعدات إنسانية وفي ماريوبول روسيا أولا قصفت مستشفى للأمومة ثم قصفت مسرحا حيث كان يختبئ الأطفال من الهجمات وأكثر من مائة ألف شخص في ماريوبول الآن يتعرضون لحصار يعود لعصور الوسطى ليس هناك مياه أو غذاء لأولئك المحاصرين في المدينة المملكة المتحدة بلا شك تعلم بأن هناك أزمة إنسانية في أوكرانيا و كما قال الأمين العام الأمم المتحدة أمس الشعب الأوكراني يمرون ويعيشون في الجحيم المملكة المتحدة عرضت مساعدات إنسانية عاجلة لدعم أوكرانيا بحوالي 400 مليون جنيه استرليني للتعامل مع الحاجيات الملحة للشعب الأوكراني والمملكة المتحدة بلا شك تعلم بأن الغزو الروسي يؤدي إلى حرب إلى مأساة إنسانية كبيرة في العالم كله الغذاء والطاقة و أسعارها كلها ارتفعت ارتفاعا كبيرا و كما قال الأمين العام الأمم المتحدة تهدد بأنها ستؤدي ربما إلى مجاعة دولية و كما يذكرنا التاريخ فلقد حان الوقت لأن تذكر بأن ولا أن الأول هو للجنس الإنساني إذن المملكة المتحدة لن تصوت لأي قرار هنا أو في الجمعية العامة والذي لا يعترف بأن روسيا هي المسؤولة الوحيدة و المتسبب الوحيدة لهذه الكارثة الإنسانية و ذلك سيؤدي طبعا إلى إنهاء الحرب بيان روسيا يدعو كل الأطراف لاحترام قوانين الإنسان ولكنه يتجاهل بأن روسيا ترتكب جرائم حرب و أيضا بيان روسيا يقول إنه ينبغي حماية المدنيين من النساء و الأطفال ولكن لا يقول إن روسيا تقصف مستشفيات الأمومة و المدارس و البنايات السكانية لو اهتمت روسيا بالقضايا الإنسانية فإنها ستتوقف عن قصف الأطفال وتنهي تكتيكاتها للحصار ولكنها لم تفعل الجمعية العامة ستصوت قريبا على قرار سيوضح بأن طريقة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية هي بأن تتوقف روسيا أو توقف روسيا حربها القرار الذي لم يضعه المهاجم و المعتدي ولكن من قبل الضحية لقد حان الوقت تماما لأن تذكر بأن ولاءنا الأول هو للجنس الإنساني شكرا سيدة الرئيسة شكرا